موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أيها المتابعون الأوفياء في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن ما يحدث في الجزائر ترى هل الرئيس تبون يعمل في إطار جزائر ما بعد الحراك الشعبي أم أنه في عملية تجديد الدماء في نظام وصل إلى حالة انسداد ومواجهة مع الشعب في 22 فبراير 2019 مما لا شك فيه أن الجزائريين خرجوا جميعا إلى الشارع وكان ذلك رفضا إلى عهدة خامسة لعبد العزيز بوتفليقة ومن ذلك رفض إلى النظام القائم والشعب الجزائري خاض عدة معارك مع النظام وصلت حتى إلى أن تورطت الجزائر في حرب أهلية دامية دفع فيها الثمن نحو ربع مليون على حسب إحصاءات غير رسمية وأيضا خسائر تجاوزت 70 مليار دولار عندما جاء الحراك الشعبي كان السبب والدافع الأساسي بلا أدنى شك هي العهدة الخامسة ولكن أيضا أن الدافع الآخر هو رفض الجزائريين للنظام القائم بسبب الفساد بسبب الاستبداد بسبب الكثير من الممارسات التي أضرت بالدولة الجزائرية لذلك عندما خرج الجزائريون طالبوا بنهاية العهدة الخامسة بمحاربة الفساد بمحاسبة المفسدين بضرورة التغيير الحقيقي والتغيير الأساسي في بنية النظام وليس في الواجهة هذه هي الحقيقة لكن المتعارف عليه عند كل الدول التي تشهد ثورات أنه بعدما تنتصر الثورة تكون هناك شبه ممارسة معينة ومحددة ترى هل هذه الممارسات جرت في الجزائر أم لا خلنا نمشي خط وخط بناء على التجارب الكثيرة أنه عندما يعلن انتصار ثورة شعبية تحل المؤسسات القائمة ترى هل عبد المجيد تبون لما استلم السلطة في 19 ديسمبر 2019 إلى يومنا هذا قام بحل مؤسسة واحدة أبدا البرلمان هو نفسه مجلس الأمة هو نفسه الكثير بين وزراء اللي في الحكومة التعتبون كانوا يسبعون بحمد بوتفلق ونذكر وزير المجاهدين الذي قال يوما في أحد القنوات مجاهد يحكي لي كنت في وليه أضرار يقول لي يقول لله سبحانه وتعالى بعث محمد رحمة للعالمين وبعث عبد العزيز بوتفلق رحمة للجزائريين واليوم هو وزير المجاهدين كثير من الذين تم وضعهم في عدة مناصب كانوا يمارسون مهام مع النظام السابق بينهم من كانوا في مكتب ويحيى ومكتب سلال وغير 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 تبون بحد ذاته كان وزير عدة حقائب منذ جاء أبو تفلق أن الحكم هو وزير وكان وزير أول أيضا يعني رجل من رجال النظام السابق لنسلم جدلا أنه ما عليش نتجاوزها هذه على الأقل التعيينات التي يعني يمارسها هي غير يغير ترى هل هناك تغيير هل هناك حل لمؤسسة واحدة الآن عنده أكثر من سنة لم يقدم على حل أي مؤسسة خلينا نتجاوز هذا الأمر نقول جاءت جائحة عالمية أثرت بلا أدنى شك على ما صار الدولة الجزائرية تمثل في وباء كورونا بالرغم من ذلك ذهب إلى استفتاء الدستور وحاولوا أن يحفز الناس على ذهاب إلى صناديق الاقتراع ولم يحدث ذلك ممشاوش نسبة المشاركة تعتبر ضئيلة جدا وأسوأ مشاركة في استفتاء شعبي وزرى في تاريخ الجزائر من المفروض العكس من المفروض لما تنتصر ثورة شعبية أي استحقاق انتخابي تقدم عليه الدولة يشارك فيه الجميع هذا حدث العكس أمر آخر العفو عن المظلومين الموجودين في السجون ترى هل عفو تبون على مظلومين موجودين في السجون العفو الذي أصدره يخص ناس متورطين في قضايا الحق العام نعم هذا الذي حدث وانهما للمسجون وسجون الجزائر مليئة بهم بل أكثر من ذلك أن السجون امتلأت بالذين ينشطون من الحراك الشعبي ضد النظام هذا عكس تماما المتعارف عليه دائما أنه عندما تنتصر ثورة يخرج المظلوم من السجن بقرارات رئاسية قرارات من الدولة وهذا لم يحدث في الجزائر هناك ناس في السجون من 92 لم يتورطوا لا في إرهاب ولا وشيء لفقت لهم من طرف الدياراس قضايا وما زال بينهم ليقبعون في السجن لنباز منهم اللي ماتوا ماتوا بالكنسار وماتوا بأمراض مختلفة وما زال أخرين يقبعون في السجون ولم ينظر إليهم أصلا لا نظرة شفقة ولا نظرة رحمة ولا أي شيء أيضا عندما تنتصر الثورات تفتح الأبواب للناس الذين هجرهم النظام ترى من عادة من الجزائريين الذين هجروا سواء ما قبل بوتفليقة خلينا نقول معه قبل بوتفليقة شيء آخر مثلا ها في عهد بوتفليقة كالناس مزاف خرجوا غادروا الجزائر بسبب مواقفهم السياسية ولم يعودوا هل رجعوا؟ بابدا لم يرجعوا بل أنه يوجد من لفقت له قضية في عهد بوتفليقة وسجين في عهد تبون ونذكر في هذا السياق الإعلامي عبد السميع عبد الحي الذي لفقت له قضية من طرف السعيد بوتفليقة والجنرال الهامل وزج به في السجن وقضى فطرة طويلة ثم بعد ذلك أغلقت القضية وأعيد فتحها ما بعد بوتفليقة وزج به في السجن وحكم عليه ثلاث سنوات وأكمل المدة كاملة في السجن وين هم؟ الناس اللي في الخارج أعطوني واحد رجع أعتقد أنه في شخص واحد رجع بعدما طبل وزمر وتجاوز كل الحدود الأخلاقية في التطبيل والتزمير فتحول الباب رجع ورجع بطريقة مهينة إن جدا لم يعد أحد رغم أنهم عندهم قضايا سياسية ترى هل هذه بلد انتصرت ثورتها الشعبي؟ أمر آخر تشكيل محاكم تشكيل محاكم في إطار عدالة انتقالية لمحاسبة تركة النظام السابق هعطوني أشخاص تمزج بهم ويحيى سلال كذا كذا مجموعة زج بهم في السجن السعيد بوتفليقة خرجوا توفيق وبعد ذلك ربما يخرجوا ترطاق في الفطرة القادمة وخرجوا عمارة بن يونس وخرجوا ربراب وخرجوا جميعي وكذا 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 ورح يزيدوا خرجوا أخرين في حين قضايا الفساد لم تعالج كظاهرة ورطت الجزائر في الفقر والمزرية نعم ورطت الجزائر بمعنى الكلمة نهبت المال العام نحو 1500 مليار دولار دخلت الخزانة العمومية في أرقام أخرى تتحدث أنها تجاوزت الألف ذهبت هباء منظورة لم تفتح قضية الفساد كظاهرة في الجزائر فتحت قضايا فردية مجموعات في إطار أر معين تبون بحد ذاته قال فيه بعض العصابة في السجن إلقاء القبض على بعض من العصابة وفيه اللي رايح يعاود ورح يواصل ما بعد الرئاسيات أنه يواصل محاربة الفساد ومحاسبة العصابة أعطوني قضايا جديدة فتحت بعدما تولى تبون السلطة ما شيء نفس القضايا التي فتحت من قبل وصوله لما كان قايد صالح وبعد ذلك استمرت هذه القضايا من هليني انتهت بالبراءة جماعة المحكمة العسكرية في البوليدة وقضايا أخرى ما زالت تمشي وهي الفضائح وهوش قال أويحيا على قضايا السبائك الذهب وأويحيا الآن يريد فتح النار على النظام بعدما وصل إلى قناعة أنه ورطوه لوحده وما لازمش يطلقوه إذن راح يفتح النار وهناك ملفات راح يفجرها أويحيا وما بعد حديث السبائك أنا أجزم لكم أنه هناك من يتواصل معه من أجهزة المخابرات وأي شيء يتحدث معاه حتى لا يفتح ملفات أخرى هناك خشية من فتح ملفات أويحيا عنده ملفات خطيرة جدا عن النظام القائم كان ما حبش يتكلم ونحن نعرف ويحيا أنه دائما يلتزم الصمت حتى في السجن كان يتكلم بحذر شديد أول مرة يفتح هذه الكلمة وهو يحضر إلى شيء أخر وفين هي العدالة الانتقالية من المفروض أنه النظام كله يحاسب من بوتفليقة إلى كل الوزراء كله يحاسب النظام يبدأ بالرأس الكبيرة الرأس الكبيرة راح عايش في فيلا راح مريض صح ولكن لا يعني ذلك أنه يعفيه من الحساب ما كان شيء أمر آخر بعد هذه من المفروض تفتح ورشة قضائية في إطار عدالة انتقالية يحاسب كل من تولى السلطة في عهد بوتفليق يحاسب تفتح كل الملفات تبون في عد ذات يلقوا عليه ملفات يحاسب وإذا ما القاوش عليه قاوه إنسان ننظيف أهلا وسهلا ونحن لا نقول إقصاء الناس الناس اللي تولوا مسؤوليات وكانوا انظاف برك الله فيهم هذا ما يواصل حياتهم ولكن الذين تولوا مسؤوليات وتورتوا في قضايا الفسد يجب أن يحاسب لأنه ليس الجرم أنك توليت مسؤولية في عهد نظام معين الجرم أن تكون مارس أشياء جرمها النظام لأنه لو نفتح كل من مارس مهمة في عهد النظام السابق معناها نحاسب الجزائر بكلها وهذا خطأ هذا تصير عدالة انتقامية وليست عدالة انتقالية ما هكذا تسير الأمور إذن إخواني الكرام القضية ليست هكذا ما الذي يحدث؟ لا شيء الفساد عم وطم بده من الغفير في البلدية وصل الوزير في الحكوم ولكن أشخاص معينين دفعوا الثمن حتى في المؤسسة العسكرية تم الزج بجنرالات في السجن بتهم الفساد وتم الإفراج على عدد كبير منهم وأغلقت ملفاتهم بأمر من السعيد شنغريح أمر آخر أن الدولة عندما تنتصر فيها الثورة الشعبية تحل المؤسسات وبعد حل المؤسسة سيكون فيه دستور جديد هل ما قام به تبون هو دستور جديد؟ في باتنا قالهم في 23-11-2019 قالهم بأنه سيقوم بتغيير الدستور الوطن من الوضع اللي فيه يبدأ بتغيير فوري ليه؟ الدستور تاليها التغيير التغيير في السلوكات ولكنه قام بما سماه تعديل دستور عن طريق شخص يتمثل في أحمد العرابة قدم له نفس الدستور اللي كان رح يقدمه لبوتفليق فقط أضافه في الديباجة الحركة الشعبي فقط وبعض التغييرات طفيفة في الشكل ولكن هو نفس دستور بوتفليقة بوتفليقة لما طلب تنديد عام كان رح يقدم هذا الدستور إذن هل حقيقة سقط النظام؟ أنتم أحكموا بأنفسكم رايح ماني أصدر أنا الأحكام قوانين أيضا البلد تعلن فيها ثورة قوانين جديدة ترى ما هي القوانين التي ظهرت في عام من حكم تبو الدستور فقط هو أعلى قانون في البلد دستور فوطة وعليه ثلاث ملايين وشوي وأكثر من 21 مليون بين مقاطع وعازف وراف لهذا الدستور الجزائر فيها 45 مليون الهيئة الناخبة فيها أكثر من 24 مليون ثلاث ملايين فوطة وعلى هذا الدستور دستور قانوني مشروع شرعي مر من ناحية القانونية ولكن من ناحية الشرعية الأخلاقية والسياسية هذا لا قيمة له وسيظل مرفوض من قبل الجزائريين وإذا تحرك الجزائريون ضد النظام سيكون ضد حتى هذا الدستور لأن دستور ليست له شرعية سياسية وليست له شرعية أخلاقية أيضا أيضا تكون هناك استحقاقات انتخابية ما الذي يضر الدولة الجزائرية لو بعد الحراك الشعبي أعلن مجلس تأسيسي يتمثل في بررامان أن يعين فيه أشخاص عن طريق تعيين من الشخصيات ذات الثقل كذا كذا أو انتخابات مباشرة تكون انتخابات على مستوى البلديات وكذا ويكون هناك مجلس هذا المجلس هو الذي يأسس القوانين وهو الذي يعملها في الجزائر بعد 1992 داروا المجلس الانتقالي عينوا فيه أشخاص وذلك المجلس الانتقالي لتأسو عبد القادر بن صالح راح يشرع من القوانين وكذا 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 وهذه هي المرحلة الانتقالية اللي يتحدث عليها تبوت ولا واحد كان يتوقع في المرحلة الانتقالية تعتني للتسعين أننا نوصل لهذا الشيء ما هكذا هي المرحلة الانتقالية تبوت هناك مرحلة انتقالية إيجابية تحدث عليها كثير وأخذتها كثير من الدول وانتصرت أما هذه المرحلة الانتقالية هي مرحلة كانت انتقامية ما تكون مثال حقيقة نرفضها ورفض كلها إيجابي ولكن هذا لا يعني أنه تكون هناك مرحلة انتقالية أو شبه انتقالية على الأقل مرحلة تكون فيها دستور جديد قوانين جديدة هيئة شريعية جديدة كل شيء هذا لم يحدث الآن أكثر من عام الآن رح يحب يدير قوانين الانتخابات بش يدير برلمان بعد أهم وثيقة هي الدستور مررها على برلمان بوتفليق ودستور بوتفليقة فقط وزادوا له شوي مكياش وان هو التغيير وان هي الجمهورية الجديدة وان هي الجزائر الجديدة لا شيء إذن إخواني بالمختصر المفيد أن ما يحدث الآن لا علاقة له بطابع التغيير لا علاقة له أبدا التغيير ما يحدث بهذه الطريقة التغيير يكون هناك يظهر فعليا الممارسات نفسها السلوكيات نفسها الموظفين نفسهم في الرئاسة وفي الوزارات وفي غيرهم نفسهم اللي كانوا في أحد بوتفليقة لم يحدث أي تغيير ما أعفو على الناس ما خلوا الجزائريين اللي تم تهجرهم نظام بوتفليقة يعودوا إلى بلادهم حتى يظهروا صورة أن هناك تغيير بالفعل في الجزائر ما داروا قوانين حتى لو كان يعمل الآن استحقاقات انتخابية ستظل هذه الاستحقاقات الانتخابية لا يشارك فيها الجزائريين راح ينتقل تبون من إخفاق إلى إخفاق آخر وهذا شيء غير صالح أبدا لأن الأمر تبني على طريقة غير صحيحة من المفروض أنه بعد توليه السلطة مباشرة يعلن ثورة حقيقية في إطار جزائر جديدة أه ماذا فعل تبون؟ أعطوني شيء معين ومحدد فعله يثبت على أن الجزائر في طرفها تغيير الآن العملة تمر بأسوأ أحوالها حقيقة الوباء العالمي وكورونا أثرت على اقتصاديات الدول ولكن هذا لا يبرر لك أن تتحمل المسؤولية كل الدول عملت سياسات استثنائية مع هذا الوباء أين السياسة الاستثنائية؟ مرض الرئيس تعامل معه بنفس طريقة بوتفليقة بل أنه تجري مخططات إلى عزل الرئيس بسبب وضعه الصحي الآن خلية التي تسير نظام تتمثل في مؤثلث معروف شنجريحة توفيق نزار هم اللي قرروا في مصير الدولة الجزائري هؤلاء خلينا من العسكر لكن توفيق ونزار رهم البقايا علبة سوداء رفضها الجزائريون وتورطت في دماء الشعب الجزائري على مدار سنوات إذن إخواني الكرام من يقول الآن بأن تبون قام بتغيير أو أنه يمارس بأن يثبت أنه تغيير فهو واهم عليه مراجعة أوراقه عليه مراجعة سياسته عليه مراجعة ما يقوم به إذا كان يريد التغيير فعلا وإذا كان لا يريد أو عاجز في هذه الحالة يقول إخي صارح الجزائريين والله تعيش فيها نهار سردوك خير من عمرك الجاجة تعالي موقف تاريخي وأنت رئيس جمهورية للجزائريين ستحفظه لك الأجيال واش بقالك في عمرك الزيد تعيش دير موقف رجولي أيها الجزائريون صارح الجزائريين بما يحدث وينعل أبوها هذه السلطة وهذا المنصب اللي حاب تقعد فيه فقط بهذه الطريقة المهينة والمسيئة إذا كان ديرين بيك حتان وأفاعي ووحوش يهيمنوا على الدولة صارح الجزائريين أما إذا كان أنت راضي بهذا الوضع هذا شأن آخر إذن ما داعي أن تظل تكذب على الجزائريين أنك تريد جزائر جديدة ورئيس حكومتك عبد العزي جراد الجزائر الجديدة ستتحقق بعد الدستور ما الذي حدث بعد الانتخابات الرئاسية أطلقوا صراح ربراء بعد انتخابات أو استفتاء الدستور أطلقوا صراح توفيق وعاد خالد نزار بدل أن يعود الجزائريون الذين هجرهم نظام بوتفليقة أعادوا خالد نزار المحكم عليه بعشرين سنة غيابيا وعليه أمر بالقبض الدولي في طائرة رئاسية ويقول لك أن الجزائر تتماهى مع الحراكة الشعبية الشعب الجزائري لم يخرج أيها الرئيس من أجل أنك تديره في مقدمة دستور وفي دباجة الدستور الدستور هذا لا يعمل به لو كان هذا الدستور حقيقة يعمل به أرجع المواد انتاعه قضية السيادة في يد من والشعب هو اللي قرر مصيره هو أصل الشعب هذا الدستور الذي يقول الشعب اللي قرر مصيره ما يضغطش عليه الشعب ما هذا المسخرة الجزائر دارت حراك تاريخي حراك شعبي تاريخي العالم أشاد به قبر القنوات وصحف العالمية تحدثت عنه كبار المفكرين والسياسيين في العالم أشادوا به كان بإمكان استغلال هذه الطفرة العالمية التي أحدثها الحراك الشعبي في بناء دولة جديدة حقيقة لديها قيمة ولديها ثقلها رجعتوها أسوأ مما كانت عليه في عهد بوتفلق رجعتوها أسوأ مما كانت عليه في عهد بوتفلق للأسف الشديد إذن أيها الرئيس إذا تريد فعل أنك تؤسس إلى مرحلة جديدة وجزائر جديدة ليست بهذه الطريقة أما إذا كنت عاجز فقد أوصيتك بما يجب أن تفعل الآن الرئيس وكنت ذكرت قبل ما يتم نشر الخبر على جريدة الخبر ذكرت وقلت بأن الرئيس استمع أمر آخر أنه وصلتنا معلومات أنه في أطباء جاءوا من ألمانيا كانوا يعاجوا في تبون كانوا في الجزائر وعودوا غادروا الجزائر وأن تبون سيغادر الجزائر خلال الفطرة القادمة لا أستطيع أن أحدد متى من أجل استكمال عملية العلاج في ألمانيا ترى هل سيذهب غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع أو بعد عشرة أيام أو بعد أسبوعين لا أدري ليست لدي معلومات إذا وصلتني معلومات في حيني سأخبركم بها ولكن المعلومة التي قيلت لي أن تبون سيعود إلى ألمانيا في العلاج بعدما الآن أكمل كل ما هو مطلوب منه هما جابوه لأنه ما عاد عندهم خيار آخر لا طبقوا المواد الدستورية ما عندهم استطاعوا أنه يرتبوا البيت الداخلي لما بعد تبون لم يكن بين أيديهم إلا خيار استرجاع الرئيس بتلك الطريقة جابوه مقعد على كرسي متحرك كملوا به السيناريوهات اللي يحبوا ويعود يرجع إلى ألمانيا يواصل العلاج كم سيبقى في ألمانيا؟ الله أعلى وأعلم ولكن دائما أؤكد بأنه تبون راه عبارة عن ورقة يجري استعمالها حتى لترطيب البيت الداخلي وفق رؤية غير التي تجري منذ عهد القيد صالح البعض يلسلني يكتب لي أنت تقدس القيد صالح أنا لا أقدس أحدا أنا القيد صالح دائما أذكر بأنني أنتقدته حتى في مارس 2019 وبعد ذلك حدثت تلك الطفرة رأيت بأن الفكرة الاستراتيجية أن لا يدخل الحراك في صدام مع المؤسسة العسكري كان بالإمكان طريق آخر ثالث رفضوه الناس لتصدروا الحراك الشعبي دافعت المؤسسة العسكرية أيضا إلى عناد وهذه النتيجة لو حدث هناك تماهي وتكامل ما بين المؤسسة والحراك الشعبي وحدث حوار حقيقي ما كان يوصل الأمر إلى هذا الحديث الآن الناس بدل أن تنتقد شنغريح أو تنتقد الممارسات التي قائمة الآن بسبب توجهات المؤسسة العسكرية الجديدة ما زالت تبكيلي على الأطلاب نستفيد من الأخطاء التي سبقت ولكن يجب أن نحقق طريق جديد نضع أرضية حقيقية تعالوا جميعا نتفق على أرضية مش كل واحد يزمت منعوينه عبر قنوات الفضائيات وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي ويقول بهذه الطريقة وبهذا المنطق سنحرك الشارع مجددا وننتصر إذا لم تكن هناك استراتيجية أي حراك جديد هو دفن لما تبقى من أمل التغيير في الجزائر أما إذا وضعت استراتيجية حقيقية ففي هذه الحالة أن هذه الاستراتيجية ستحرر الرئيس إذا كان بالفعل يريد التغيير أو أنها ستحرر الجزائر من نظام مستبد وفاسد ومتسلط يريد أن يحمي الفساد الذي عشعشه في البلاد أكتفي بهذا القدر فالحديث طويل ومتشعب ومتعدد ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلات أخرى لنتحدث في جوانب أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة